المطوف منهم من أربط كلمة المطوف يعلم الحاج المناسك أو من يقوده حول الطواف حول البيت لكن هي حقيقة المطوف في معناها الحقيقي السابق كانت أكبر من ذلك بكثير كان المطوف إنجاز التعبير كان هو أقرب ما يكون وزير إعلام وزير خارجية حملة علاقات عامة يسافر خارج البلاد رجل داعية يدعو الناس إلى الإسلام يأتوا إلى الحج يسوق لبرنامجه يسوق لأسرته بمعنى إن ما أحسن تجويد خدمته من يأتي قد يجد شخص أفضل منه مدين آخر ويمكن نافلة القول أنا سأقول لك قصة بسيطة أنا قد سمعتها من والدي وما سمعتها من أصحاب والدي في عام ألف وتلتمية تقريبا وتسعة وخمسين ألف وتلتمية تسعة وخمسين سافر والدي وكان في تلك الفترة يتعلم الطوافة من كبار المطوفين سافر إلى أحد الدول الإفريقية العربية تحديدا تونس وكان الحجاج يسألوا كيف الحج طيب ما كان فيه لا عربية ولا قنوات تنقل الصورة كيف الحج فالمطوف الكبير اللي هو التقليدي قلّم تعالوا مكة وتعرف الحج والدي قلّم لا أنا أعلمكم الحج وأنتم في أماكنكم زي ما تسول مبادرة زي المبادرة الحين التي تقوم فيها زي المبادرة مبادرة طريق مكة أي جاب لهم مكان قلّم هذه الكعبة أنتوا على مذهب الإمام مالك استعدوا لبس الإحرام لبيك اللهم لبيك أخذهم بأرواحهم هم جلسين في مكانهم طافوا بأرواحهم حول المكان قال لهم الآن تصلوا ركعتين خلاص لما عندنا الحج يوم ثمانية أنا أخذكم إلى يوم التروية يعني حطهم في بروفا كاملة بروفا كاملة طبعا هذا التشويق اليوم التشويق نحن نعبر عنه بشيء آخر واحد يفتح قناة القرآن الكريم يشوف الحرم فيزداد شوقا وحنينة إلى زيارة الديارة المقدسة هذه كانت أحد الأشياء للأسف اللي يمكن ما أحد رصدها أو أهملت بدون قصد طبعا اللي أنا سميتها فيما بعد رحلات المطوفين المعاكسة اليوم ندرس مثلا رحلات الحج بندرسها من خلال رحلات المستشرقين اللي أسلموا اللي جاي من بره اللي جاي من بره